كون أن المسيح يعبر عن هذه الآيات يقولها للتلاميذ هل يوجد أي شيء حتى ولو طرف بدل استخدام العنف أو استخدام السيف بكمل يقول أحبائي هؤلاء اللي بيتصرفوا بهاي الطرق فلا تخافوهم لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف الذي أقوله لكم في الظلمة قلوه في النور والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح بكمل ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم هل يوجد ما يدل على أي شيء أن المسيح بحرد على العنف قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وأنتم تكرزون وصار في انقسام في العيلة رح يستخدم العنف ضدك والقتل ضدك لأن هذه هي رسالة الضعفاء والإله الضعيف بس على كل حال ما تخافش من الذي يقتل الجسد لكن خاف من الذي له سلطان أن يهلك النفس والجسد بوث كليهما في جهنم بكمل أليس عصفوران يبعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى يعني مرقمة فلا تخافوا أنتم أفضل من عصفير كثيرة ثم يواصل قائلا فكل من يعترف به قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السموات ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السموات لا يوجد لا من قريب ولا من بعيد أي دليل بعبر عن العنف بل بالعكس تلميذ المسيح بينما يذهبون ليصنعوا الخير شفاء المرضى وتحرير الناس من الأرواح النجسة ومن اللعنات ومن الضربات رح يواجهوا الكرهية رح يواجهوا العداء رح يسلموهم إلى مجامع رح يجلدوهم رح يسلم الأخ أخاه رح الأب يفسد على ابنه رح الولد يقتل أبوه وهكذا أو كما يقول في يحنى 16 الآية الأولى والاثنين كأنهم يقدمون خدمة لله يعني عم بيقتلوكوا بفكروا أنه عم بيقدموا خدمة لله بكمل في يعني هنا بيجي سياق الحديث بعد ما سمعنا كل الآيات اسمع ما يقول يسوع لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا في سياق الحديث اللي كله قرأناه هل يوجد أي دليل على سيف أو عنف؟ بالطبع لا فإني جئت لاحظ الكلام جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها والكن ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته لاحظ الكلام من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني ومن وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأسماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره فالسؤال في ختام هذه القراءة هل يوجد من قريب أو من بعيد ما يدعو إلى حمل السيف الرجاء أن تجيب يعني اتصل معنا أو تواصل معنا على السوشال ميديا لأنه بحب أسمع أفكارك لأنه إذا عندك أي فكر آخر بحب أنه نتكلم مع بعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر